اشتركوا في القناة فيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبركات بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين العسكري لكرة القدم بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب العالمية العسكرية المقامة في الصين وهو إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز ليضاف إلى رصيد الإنجازات الرياضية التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة والذي يأتي تتويجا لدعم جلالتكم ورعايتكم للرياضة البحرينية والوصول بها إلى مستويات متقدمة إن الإنجاز الرياضي الذي صاغه منتخب مملكة البحرين العسكري لكرة القدم رفع اسم مملكتنا الغالية عاليا خفاقا في سماء المحافل الدولية ليكلل الجهود المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذا الفوز المشرف بما يواصل السيرة نحو تحقيق المزيد من المنجزات النوعية في الرياضة البحرينية سائلا الله العلي القدير أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر